كشفت بلدية الكويت عن اغلاق محل تجاري وتحرير سبع مخالفات لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية ولوائح البلدية في محافظة الفروانية وقال مدير ادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الفروانية الدكتور ناصر الرشيدي قال ان تنفيذ الفريق لجولات ميدانية بمنطقة الرجع على كل الصالونات والمحلات جاء للتأكد من التزامهم بلوائح وانظمة البلدية وتطبيق القرارات الادارية المتعلقة بالاشتراطات الصحية واكد الرشيدي على تواصل الجولات الميدانية للفريق الرقابي وعدم تهاونه في اتخاذ كل الاجراءات القانونية حيال المخالفين داعيا اصحاب المحلات الى عدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية تجنبا للمخالفة والغرامة والتي قد تصل للغلق الاداري